السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم سيد عبدالله عنزي معلم مادة المواطنة الرقمية وعلى لغة إشارة أستاذ عماد الضيب اليوم سوف نتحدث في منهج المواطنة الرقمية عن التعامل مع المتاجر الإلكترونية بأمان وقبل أن نبدأ سوف نراجع الدرس السابق مفهوم التجارة الإلكترونية ذكرنا مفهومها وعرفناها قلنا نشاط بطابع اقتصادي يباشر موفر الخدمة والمستهلك بوسيلة إلكترونية من أجل بيع أو تقديم خدمات أو إعلان عنها أو حتى تبادل البيانات الخاصة كذلك تحدثنا عن إرشادات الحماية لإنجاز المعاملات المالية الرقمية وأهم الممارسات حسب احتياجات اليومية للمواطن المعاملات المالية الرقمية كذلك تحدثنا عن دور التجارة الإلكترونية في تحسين جودة الحياة نتكلمنا إرشادات للمواطن الرقمي اليوم سنتكلم عن الوعي بالتعامل مع التجارة الإلكترونية التعامل مع المتاجر الإلكترونية بأمان مخرجات الدرس أول امتلاك المعرفة بالخطوات الآمنة للتسوق من المتاجر الإلكترونية تلك المعرفة بالخطوات الآمنة للتسوق من المتاجر الإلكترونية استنتج فوائد تحول المستهلك العادي إلى مستهلك ذكي كذلك مخرجات التعلم أحدد خطوات بناء متجر إلكتروني أربعة أستشعر أهمية الجهود المبذولة من المملكة العربية السعودية لتوفير تجارة رقمية آمنة توفير تجارة رقمية آمنة هذه مخرجات التعلم سنبدأ درسنا في نشاط أثناء تجهيز الحفل العائلي السنوي تم إسناد توفير مجموعة من الجوائز التكريمية للإبن الشاب خالد بحيث توزع هذه الجوائز على الأبناء والبنات المتوفقين دراسيا هذا في الحفل العائلي السنوي وكذلك الخرجين من المراحل نرحل جامعية وتتكون الجوائز من عطور ساعات وأقلام فاخرة وتم تحديد ميزانية مالية لشراء الجوائز عشر آلاف ريال وأشار أحد أقرباء خالد بشراء الجوائز من المتاجر الإلكترونية العالمية للحصول على أسعار منافسة تناسب الميزانية المحددة لعشر آلاف ريال حلل حلل أداء الإبن خالد بين الاستخدام الملائم وغير الملائم أثناء التسوق الإلكتروني من شبكة الأنترنت كما في الجدول التالي حاط لك سيناريو أحداث واحد اثنين ثلاثة وحاط لك هل هو ملائم ولا غير ملائم واحد الشراء بقيمة أكثر من الميزانية المحددة والطلب من العائلة زيادة المبلغ هل هو ملائم ولا غير ملائم نرى غير ملائم اثنين الشراء من متجر يعرض القيمة الأقل بين المتاجر الأخرى هل هو ملائم ولا غير ملائم ملائم ثلاثة الشراء من متجر غير موثوق يعرض قيمة للمنتج أقل من متجر موثوق يقدم قيمة أعلى غير ملائم لدينا أربعة الشراء من أول متجر يعثر عليه خالد غير ملائم خمسة الاستفسار من الأقرباء والزملاء عن أفضل المتاجر الموثوقة والآمنة هذا ملائم ستة استهلاك بعض الوقت في البحث بين المتاجر لانتقاء الأنسب منها في شراء الهدايا كذلك ملائم سبعة معرفة الوقت المحدد لوصول البضاعة إلى المدينة التي يسكن بها ملائم ثمانية التشجيل في حساب العميل في المتجر مباشرة قبل البحث عن توفر منتجات المناسبة هذا غير ملائم يلاحظ في الجدول السابق تكلمنا عنه مجموعة من الممارسات التي ينصح المواطن الرقمي اتباعه لإجراء عملية تسوق إلكتروني وفيما يأتي أهم النصائح الآن نتكلم عن نصائح أثناء التعامل مع المتاجر الإلكترونية المحلية والعالمية لبدء التسوق آمن عبر الأنترنت ومن أهمها الشراء من المواقع المعروفة التي سبق تجربتها من قبل من قبل الآخرين فهناك عدد من المتاجر التي تقدم عروضا وخصومات تكون غطاء لمواقع انتحال كذلك استخدام استخدام بطاقة شراء مسبقة الدفع تكون مسبقة الدفع ويتم تغذيتها بشكل دوري وفق الحاجة وعدم حفظها في المتجر الإلكتروني بعد اتمام عملية الشراء التقليل من مشاركة معلوماتك الشخصية مع المتجر وكن حذرا من المواقع التي تطلب بيانات ليس لها علاقة بالشراء استخدام كلمات مرور مختلفة عند الدخول المتجر لحسابات المتجر والحرص على أن تكون صعبة التخمين كذلك الحرص على التأكد من وجود المتجر السعودي ضمن قائمة المتاجر المصنفة والموثوقة في منصة الأعمال التابعة لمركز السعودي للأعمال عدم الشراء من أجهزة الحاسب العامة أو المتصلة بشبكة الواي فاي المفتوحة قلل المعلومات التي تضعها في المتجر عند إجراء عملية شراء قدر الإمكان لا تفتح حسابا لت المتجر إذا كان بالإمكان الشراء بحسابات الدفع الإلكتروني الآمنة هذه عند التسوق في مواقع الإنترنت العامة كن مستهلكا ذكيا لتكون متسوقا ذكيا عليك اتباع مجموعة من الخطوات العامة والمرتبة وأهم هذه الخطوات اختر بعناية المتجر الإلكتروني الذي تتسوق منه اعرف كافة معلومات عن السلعة المراد شراءها اقرأ مراجعات المنتج من قبل العملاء الآخرين كذلك تعرف على كيفية قراءة شروط وأحكام المشتريات خامسا التعرف على آلية إضافة الرسوم الإضافية يوجد رسوم إضافية على المنتجات كالضريبة المحلية ورسوم الجمارك ورسوم الشحن كلها إضافات سادسا التعرف على آلية إرجاع المنتج إلى المصدر بعد استلامه لأي سبب أي سبب مصنعي سبعة قارن بين المنتجات في أكثر من متجر واحد واستفد من المواقع التي تقدم هذه الخدمة للاستفادة من الأسعار الأقل والضمان الأفضل وتمييز نوع المنتج هل هو أصلي أو غير أصلي مع المنتج في الشركة المصنعة ثامنا ضع تعليقا هذا أهم نقطة ضع تعليقا على المنتج أو الخدمة إذا كانت دون المستوى لتكون متسوقا ذكيا عليك اتباع مجموعة من الخطوات العامة والمرتبة ذكرنا نشاط تأمل وناقش لماذا يجب على المواطن الرقمي أن يكون مستهلكا ذكيا أثناء التسوق من شبكة الأنترنت هنعطيكم دقيقة للتفكير ونرجع لكم ترجمة نانسي قنقر 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 رجعنا لكم كان السؤال يقول لماذا يجب على المواطن الرقمي أن يكون مستهلكا ذكيا أثناء التسوق من شبكة الأنترنت حفظ الأموال والتذكر بأن العبد يوم القيامة يحاسب عن ماله فيما أنفقه كذلك بعض العنانة تكون جاذبة وتجعل المتسوق يقدم على الشراء بدون سبب وجيه كذلك الحذر من المتاجر الوهمية التي تعرض أسعار مخفضة كذلك مقارنة المنتجات بين المتاجر الإلكترونية خطوات إنشاء متجر الإلكترونية أصبحت المتاجر الإلكترونية في العصر الحالي من المصادر الرئيسية للمستهلك التي يمكنها الاعتماد عليها في التسوق وشراء الخدمات الإلكترونية والوصول إلى العميل في موقعه السكني وزيادة التوسع والنمو والكسب المادي أكثر من التجارة التقليدية المتجر الإلكتروني هو عبارة تعريفه هو عبارة عن منصة إلكترونية يمكن من خلالها بيع المنتجات الملموسة كالبضائع المادية التي نلمسها باليد أو المنتجات غير الملموسة كالخدمات الإلكترونية المتعددة كالتصميم والمنتجات والمنتاج وبناء المواقع والبرمجيات وكل ما له صفة رقمية هذا تعريف المتجر الإلكتروني عبارة عن منصة الإلكترونية يمكن من خلالها بيع المنتجات الملموسة وغير الملموسة كالتصميم والمنتاج وبناء المواقع والبرمجيات وكل ما له صفة رقمية والبيع بنظام الأتمة المتكاملة بدون تدخل الإنسان تدار عملية التجارة الإلكترونية عملية البيع والشراء بنظام الأتمة المتكاملة بدون تدخل الإنسان ويوفر المتجر الإلكتروني المواصفات الكاملة للمنتج من نصوص وصور ومقاطع مرئية لهذا المنتج وكذلك طرق الدفع والاسترجاع ومدة الضمان للمنتج وبيانات الشحن إلى المنزل جميعها موجودة في المتجر الإلكتروني هذا خطوات تعرف المتجر الإلكتروني وخطوات الشراء منه وللدخول في عالم التجارة الإلكترونية يمكن البدء في بناء متجر الإلكتروني باتباع الخطوات الآتية خطوات إنشاء متجر الإلكتروني الأول للطلاع على القوانين والقواعد المنظمة للممارسة التجارة الإلكترونية واخذ فكرة واسعة قبل البدء في المشروع الأول القوانين تحديد المنتج المراد بيعه ويعتمد على كون صاحب المتجر هو المالك الوحيد والمصنع المنتج أو تقديم منتجات تقليدية متوفرة في السوق ويراعى في اختيار المنتج فئة المنتج نوع قابلية بيع المنتج والبحث على المنتجات تلبي رغبة العملاء وذات العلامة التجارية المحتملة كذلك من الخطوات الخطوة الثالثة عمل دراسة على المنتج المختار وعمل بحث موسع عن مبيعات في المتاجر العالمية المعروفة كذلك الرابعة تحديد اسم المتجر ويكون فريدا من نوعه ومن ثم حدز المتجر اكتروني عبر الحدز عند أحد مقدمي المتاجر اكترونية المحلية أو العالمية بالطبع مقابل رسوم مالي أو مجاني خمسة اصدار التصاريح المناسبة فتح سجل تجاري اصدار وثيقة عمل حر توثيق المتجر في منصة الأعمال ليكون المتجر أكثر ثقة للعمل اصدار تصاريح تصاريح لدينا سجل تجاري وثيقة عمل حر وكذلك توثيق المتجر في منصة الأعمال كذلك الخطوات الخطوة السادسة تحديد وسائل الدفع الإلكتروني المناسبة وطرق الشحن المعتمدة سبعة عمل خطة تسويق مناسبة للمتجر الإلكتروني عملية خطة تسويق وإعلان للمتجر الإلكتروني هذه خطوات إنشاء متجر الإلكتروني الجهود المفذولة في المملكة العربية السعودية لتوفير تجارة رقمية آمنة أولة المملكة العربية السعودية عبر محور رؤية عشرين ثلاثين الاقتصاد مزدهر جانب من اهتمام بقطاع التجارة الإلكترونية بتشريع نظام التجارة الإلكترونية وسن الأنظمة واللوائح وتطوير البنية التحتية الرقمية وإنشاء المنصات الإلكترونية الحكومية لإنجاز الأعمال بكفاءة ودعم الصادرات السعودية عبر منصات التجارة الإلكترونية ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وهذا ما يدفع بدوره عجلة الاقتصاد الرقمي إلى الأمام يمكن إجاز بعض الجهود الرئيسية التي قدمتها المملكة الآن جهود الرئيسية التي قدمتها المملكة في دعم التجارة الإلكترونية وأهم هذه الجهود تأسيس مجلس التجارة الإلكترونية في خمسة ذلقعدة 1429 ليكون منطلقا للجهود المتكاملة لجميع الجهات الوطنية ذات العلاقة ويسهم في اقتراح سياسات التجارة الإلكترونية وتشريعاتها والتنسيق لمنع العوائق التي تواجه التجارة الإلكترونية هذا في مجلس التجارة الإلكترونية وضمان تنفيذ الفاعل المشاريع وتحفيز التجارة الإلكترونية كذلك وفرت وزارة التجارة مجموعة من الأدلة والإرشادات للدخول في عالم التجارة الإلكترونية عبر موقع شبكتها الانترنت التي تنظم عمل المواطن وأخذ التصاريح اللازمة لذلك والوصول إلى الصفحة امسح رمز الاستجابة كذلك تبنت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة المتوسطة منشآت تقديم حزمة من الخدمات التي تمكن رواد الأعمال من الاستفادة من الفرص والالتحاق بالتجارة الإلكترونية وبناء متاجر خاصة بهم وتقديم الدعم الاستجهاري والمالي للوصول إلى الصفحة امسح هذا الرابط ووصوح إلى صفحة منشآت نقاط مهمة في نهاية الدرس عند فتح متجر إلكتروني يمكنك إنشاء حساب بنكي مخصص باسم المتجر لتكون المعاملات المالية مباشرة باسمه كذلك يشترط لاستخراج وثيقة عمل حر وجود ما يثبت للتقدم بحصوله على شهادات تدريبية أو خبرة سابقة في مجال النشاط المقدم عليه كذلك مشوار الألف ميل يبدأ بخطوة فنجاح مشروع متجر إلكتروني يحتاج مزيد من الصبر والتخطيط السليم ودراسة الواقع بعناية كذلك قد لا تكون الأسعار دائما في المتجر الإلكتروني تكلم عن الأسعار الأفضل على الإطلاق تتبع دائما مواسم التخفضات المحلية وكن مستعدا لذلك كذا أنهينا درسنا اليوم التجارة الإلكترونية أشكر لكم حسن استماعكم وإنصاتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر